اياكم الله الادمان هو احد الامراض التي انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة وملحوظة بين جميع الفئات العمرية خاصة بين الاطفال والشباب اصبحت طفل الذي لم يتعد حتى عمر العشر سنين معارض لإصافة بالادمان ويمكن هذا سبب الكثير من الصدمة خصوصا يمكن في الفترات السابقة الرحمن حتى استضفنا العديد من المختصين وقالوا المخدرات وصلت حتى للمرحلة الابتدائية وليس كما كنا نعتقد انه توصل ليبس مرحلة الثانوية او متقدمة بالعمر وسبب يمكن البعض يقول اهمال الاهل وعدم وجود الرقابة الكافية على تصرفات الطفل نفسه اما بالنسبة للشباب فهذا موضوع ثاني عند رحمن اكيد اكيد عشان شديد رح نتكلم اليوم عن الإدمان وطرق علاجه وبشديد نرحب معاكم بضيفتنا الدكتورة مونة اليتامة مستشارة علاج إدمان وتقويم سلوك حياتي الله دكتورة من ورثنا الله حياتيك وخي عبد الرحمن الله الله حياتي الله وصبحت الله بالخير وصباح النور وما تشوفين نشير ما يخالف حنا اليوم يابينة تتعبانة لكن اسمحوا لي دا الصوت شوية لكن الموضوع محتاجي ان نسلط عليه الضوء اكيد دكتورة لكن رح نشوف مع بعض ويات هذا التقرير ونرجع نكمل دكتورة في البداية لازم نسأل السؤال اللي دايما يتراوض بذهن سواء أولياء الأمور أو المسؤولين انه ليش الشاب يلجأ للإدمان بالأساس شنو السبب اللي يدفعه انه يصر مدمن أول شيء أسباب الإدمان أسباب متعددة ما في سبب واحد ساعة يكون الشخص مثلا تعرض لضغط نفسي تعرض لصدمة نفسية في منهم تعرضوا لأذى جسدي أذى نفسي تنمر احتداءات جنسية عدم شعوره وهذه النقطة جدا مهمة عدم شعوره بالانتماء للأسرة اللي هو فيها يعني تخيلين شخص يحس انه ما ينتمي لهذه الأسرة ما يحس انه هو جزء من هذه الأسرة أهو اللي قاعد يحس ولا أهل يحسسه؟ أهو يحس بهذا الحساس لأنه هو ما قاعد يشوف ان الأسرة محتويتة ما قاعد يشوف انه لا أهوى دور بالأسرة ما قاعد يشوف ان الأم ولا الأبو ولا الأخوان محتويين بهذه الأسرة الكلاهي نسميها بالكويتي الكلاهي في حياته بالإضافة ساعة يعني يصبح هناك مشكلة بالجينات مو بالجينات يعني يكونوا مثلا مرض وراثي يسمونه مرض وراثي يمكن أنا هذا عالميا لكن أنا أختلف بهذه النقطة يعني ساعة كأدمان عفوا دكتورة يقولك حامل المرض يمكن أنا أختلف بهذه النقطة لأنه عندي وائد حالات ما في أحد بأسرهم شخص مدمن بالإضافة ساعة تشوف شخص بالمدرسة يمكن أعتقد كل مرة عليكم يكون شخص طوائي ما يقدر ينتميني مجموعة فأولا عشان ينتميني هذه المجموعة أو بخجل أو بضعف الشخصية فنشوف يلجأ لهذه المواد عبد الرحمن بعد أنك دكتورة بس إذا بودي أتساءل عن لما قلت لبعض يقول أن هذا من الجينات هل ممكن نقول مرض وراثي أساساً مرض وراثي أساساً هل ممكن تنطبق هذه الحالة لما تكون الأم مدمنة أثناء فترة الحمل أو لحد حين تتعاقل لا لا علاقة فترة الحمل تأثر على الجنين فقط يعني لا يكون هو مدمن لمن أول من ولد يكون مدمن لا لا يمكن أن ولدها يكون مثلاً مدمن لا 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 الأم الحاملة تأثر على الجنين فقط أنزين فقط هذا هو دكتورة هل يختلف العلاج حسب درجة الإدمان ونوع المواد التي تعاطاها المدمن أو لا يختلف نحن بالنسبة لنا الإدمان هو إدمان سواء كانت مادة حبوب أو كانت مادة مثلاً أساسية للمخدرات المصنعة التي نعرفها كلهم تعطي نفس الشعور كلهم يمرون بخسائر ومراحل معينة في حياتهم الخسائر التي يخسرها مدمن مثلاً مادئي نفس الخسائر التي يخسرها مدمن مادئي كنت تعطيتش دائماً وتعاملش دكتورة مع المدمنين ليش صعب عليه أنه يفصح أنه مدمن؟ المجتمع نحن لا نتكلم عن المدمن فقط أولاً المدمن لما ما يقول أنا مدمن يكون هو سعيد بالإدمان هذه واحدة في البداية يكون هو جداً سعيد بعد فترة يشعر بكآبة ولكن هل الأسرة يتقبلها لما يقولهم أنا مدمن؟ هل المجتمع سيتقبلها؟ لا أحد سيتقبلها مشكلة المدمن لا يوجد قبولها بالمجتمع نحن لا نريد أن نتقبلها كمدمن نريد أن نتقبلها كم تعافي لكننا نريد أن نتكلم أنه أنا لدي مشكلة أصدت شعيلة من يتكلم أنه يسمع له ويتقبل هذا الموضوع يعني كثير مثلاً أهالي عرفهم يكونوا من مستوى معين ما يبون أحد من الأسرة أو من المجتمع يدر أنه عندهم حالة مدمنة صح كثير أمهات تكون جداً عاطفية ما تريد أن ترى ولدها يتألم أنزل لحاجة للجرعة فتروح التيبلة التيبلة الشيء الجديد اللي صاير عندنا الآن بالكويت فترة الأخيرة قامت الأم علشان تحس بشعور ولدها طبعاً هذه تكون الأم أساساً هي عندها أكيد عندها أخفاق بسلوكياتها تتعاطى مع ولدها الأب ويقول لي أنا قاعدت معها علشان أحسه وشي حس فيه وأنصحه ما أنتوا كلكم راح ترؤون على لقص الأوية هذا شيء مستجدس دكتورة أول مراحل العلاج لو بنتكلم عن العلاج الآن ما أول شيء ممكن نسوي له؟ أول مراحل العلاج اللي هو التشخيص نحن بالنسبة لي أنا عندنا العلاج نوعين فيه علاج عندي بالمركز وفيه علاج عندي بمصاح الجديد اللي أنا فاتحتها بالبداية نحن نتم تشخيص الحالة عقب ما تم تشخيص الحالة إذا كان في المصح ففيه فترة أسبوع لها فترة العراض الانسحابية اللي إحنا نسميها الديتوكس بعد فترة الديتوكس أتيهني مرحلة التأهيل مرحلة التأهيل بعدها أتيه مرحلة المتابعة مع بعد المصح لكن عندي أنا بالمركز فيه ناس مثلا يعني ما تبديش مصح ولكن أهلها دائمين لها ومحتوين هذه الشخصية وهو عند القابلية أن هو يتعالج فإينا نحن نفس الشيء نشخصة وبعدين إديش معنا بالبداية ندخل في استشارات نفسية واستشارات علاجية وعلاج الإدمان يقعدون معا الأكس الدكت اللي عندي ثاني بعد فترة بعد ثلاث أسابيع أربع أسابيع عندما نرى أنه متعدي مرحلة وأمورها طيبة ندخلها بقربات علاجية دكتورة مونة مهم دائمنا نسمع أنه أهم على المدمن أنه يوصل عند الدكتور المعالج أو يوصل للمصح وخلاص أمورها طيبة وبس يتعالج ويطلع خلاص انتهى بس يعني يتخلص من الإدمان لكن الناس اللي ما هي عارفتها أنه ليس هذه أصعب مرحلة لأنه في شيء بي وراها أصعب وش كثر إرادة المدمن أنه هو أيضا ينقطع من الدائرة أصحاب السوء أو الدائرة اللي هما أسحبوه للإدمان شنو لي لعب دور أكثر للجانب النفسي أم الجسدي أم الدائرة المساندة إحنا رح نخذ استبعي استبعي أول شيء بالنسبة مثل ما تفضلتي أكثر الأهالي أول ناس تعتقد أنا ولدي يعني دش المصح أربعة أو ستة شهور طلع بس أمورها طيبة ويد عندي حالات مجرد ما تطلع من المصح أهاليهم يقولون لهم انسوا شيء اسمه إدمان انسوا شيء اسمه علاج إدمان انسوا هذه الكلمة لكأنها لم أحصلت أساسا كأنها لم أحصلت وهذا أكبر غلط دائما لازم المدمن المتعافي يتذكر أنه مدمن لآخر لحظة بحياته حتى بالقربات لما هي يعرف عن نفسها لازم يذكر كلمة مدمن فلان هذا ليس أثر نفسي سلبي عليك لا مريض السكر لما يشوف جداهما حلو لازم أتذكر أني أنا مريض سكر هذا السكر رح يرفع سكري مريض الربو نفس الشيء أي مريض مزمن مرض مزمن لازم يذكر نفسه أن أنا مريض بهذا المرض نفس الشيء المدمن المدمن أتروهه لي بعد مشكلته أصعب يعني دعفهم دكتورة في علاج الإدمان ما في صفحة يديدة صفحة يديدة بحياته لكن هو يظل طول حياته مدمن حياته تتغير وحياته فيها إنجازات ويصير تصير هذه الشخصية أفضل من أي شخص طبيعي ما اتجه للإدمان لأن المدمن لما يتعالد صح يصير إنسان شبه مثالي يعني المتيني الأم تقولي أنا بولدي يطلع يصير مثلا والله أبي جاسم يصير مثلا مثل ما قبل الإدمان أقول لها لا جاسم عنده سلوكيات قبل الإدمان خلت يصير مدمن فجاسم رح يطلع للشخصية ثالثة الشخصية الثالثة هذه شبه مثالية ما تطيح أمانات ما تجذب عندها مبادئ تشتغل على عمرها تبدي حتى إحساسها بالآخرين ومساعدة الآخرين أي شخص أديتها أنا لازم أعوضها ووايد ووايد أمور في العلاج أحسي يصير عليه ضغط زيادة لأنه كأن المدمن بعد ما يتعافى دكتور أمونة يصير تحت المجهر فأهما يبونه يمكن الكلمة اللي قلتيها صح يبونه مثالي يعني يبونه يشوفونه من أو شون كان مدمن بالبصورة السلبية بكل مساوء بشخصية بعدين من أهو يتعافى يبونه يصير 180 درجة شخصية مختلفة فهذا ما يسبب لأيضا ضغط نفسي بحيث أنه ممكن في يوم الآن ينتكس ويقرر أنه يرجع للإدمان شوفي إحنا ما نطلب منه يصير شخص مثالي عملونا أكثر من طاقته ما نطلب منه ولكن مع البرنامج هو توماتكلي توماتكلي يصير شخص مثالي عرفتش شنون المدمن ليش طار مدمن؟ بسبب ضعف شخصيته ونظرته لنفس النظرة الدنيا ترى ما فيه مدمن يحب نفسه وفي بداية الإلاج لازم نعلم أنه يحب نفسه لأنه إذا لم يحب نفسه سيقضيها سيتعاطى الرد على موضوع الإلاج بعد المصاح بعد المصاح إذا طلع بره المصاح وما تابع سينتكس نحن بالمصاح حاكرينه معالجينا ومعطينا الأساسيات ومدخلينا بالخطوات ومعالجينا كل شيء ومعالجي قلتك فيه مجموعة سابورت قوية له نزين وأي مشاعر يتكلم عنها بالحال ما عنده أي مشكلة نزين بطلها من الباب وطلع مثلا خاصة عنده مساحات بره الكويت فهو طلع من ديره ويا ديره إذا المصاح اللي بالكويت طلع من حكرة وشاف اللي بيبانه مبطله نزين هذا ممكن يشوف شخص يتعاطى معه ممكن تيلة اتصال تاجر كانوا يبيع له فأول لازم يقطع علاقته بهذولي كلهم أول شي احنا نقول لها من الفورمات حق الجهاز ما تكون لك لا صلة بأي شخص سواء انت عاطيت معه أو شريت منه احنا نقول لها حتة دوانية إذا في شخص يتعاطى المفروض انك انت مادش هذه الدوانية الشارع اللي يؤدي إلى عملك أو يؤدي إلى دراستك وفي أثناء هذا الشارع في شخص كنت تشتري منا أو مكان كنت تأخذ منا المفروض هذا الشارع ما تمر فيه مجرد ما يشوف هذا الشارع اتي له فلاشات إذا يا لفلاش التعاطي احنا دايما نقول لها شارك اتصل عند مجموعة أرقام عنده رقمي عنده أرقام المؤالجين قل لها أنا يطني فكرة تعاطي على أساس أنه ما ينفذها احنا دايما نقول إذا باح بالفكرة اللي عنده اللي براسة إن شاء الله ما راح ينفذها وما راح ينتقس يرش كذر يطول عندكم بالمصح الشخص الذي يتعالج يعني هي من أربع إلى ستة شهور على حسب الحالة يداوم عندكم على شون الطريقة أنا مصحي برا الكويت فهي قاعد فيه من أربع إلى ستة شهور إحنا بالسابق لأننا كنت أتعامل مع المصحات الثانية فكان ستة شهور الحال لأنني مصحي فطريقة العلاج برا نفس داخلي الكويت فممكن هو بعد أربع شهور إذا أولا ماشي على الخطوات وماشي على العلاج صحي يعني تودوني يسكن هناك ستة شهر يتعالج إحنا نسميه هافوي بالضب فهي قاعد هناك شغلة عندها تعطونا غرفة وتعطونا شغلة والله أتسالف لك عن مصحي إيه أوه المصح حصانه هو شبه قصر مثل حديقة وحمام سباحة يعني لخدمة سواء بالعلاج أو بالمكان إحنا ما عندنا حكرة يعني تشوف أكثر الهافوي أو المصحات تشوف حدايد تشوف تسكر إحنا ما عندنا هذا الشي قرفهم عادية كأنه قاعد في بيته بس على مستوى أفضل نزين وهذا البيئة طبعا يحصل فيها كل أنواع الاستشارات والراحة النفسية وطبعا تموفرت لهم كل شيء هناك في المصحة هناك دكتور نفساني كل يوم فيه معالجين فيه ناس من له تسلوك على تسلوكي معرفي فيه كل شخص عنده معالج يسولف معه يتكلم معه في الفترات اللي مثلا ما يكون عنده قروب ما يكون معه دكتور دكتورة الحين أنتوا لما تشتغلون مع المدمن شغل مكثب مثل ما قلت أو شيء المكان مهيئ لبعيد عن البيئة اللي هو متعود عليها مكان يحس فيه شوية براحة أو فيه المعالجين المختصين وخلاص وعنده جدول يمكن أنتم رتبيل للجدول من أول ما يصبح لما يمسيوا كل هذه الأمور كثير مهم أنه بعدما المدمن أو أثناء فترة علاج المدمن أيضا الأهل يكونون مشاركين في هذه الرحلة لأنه ليس فقط المدمن اللي عانى من الأدمان أيضا الأسرة تأثرت بالأدمان وكثير هم الأسرة لازم تكون متهيئة أنه والله ولدهم أو بنتهم بعدما رجعوا المفروض أنه يكون يعطونا سفورت المساندة نظرة تتغير توقعات بالضبط إحنا دائما مثلا خاصة لما الحالة تكون عندنا سواء عندنا بالمركز بالكويت أو بره الكويت عندنا تقارير دورية نعطيها حق الأهل نعطيهم أبديت بس مو بكل شيء يعني لازم يكون في جانب من الخصوصية للحالة اللي عندي مو كل شيء نقول للأهل نعلمهم طريقة التعامل مع هذه الحالة في مفردات المفروض أنهم ما يستخدمونها يعني مثلا ما يذكرونها في الماضي خلاص الماضي انتهى عدى الله يصلح حالك شفت هذه الكلمات عدى صير آدم ما يصير ما يصير تقولون هذه الكلمات يوزع عن سوالفك نعم يوزع عن سوالفك سريال ترى خرابيطك الأول ما لا داعي وليس سامحونة ويتمتدي حتى في البعض يتم في دكتور خصوصا الأم والأبو يصير عندهم هذا الشعور دائما القسوة حتى لو كانت من بعح الحب لكن القسوة يقول لا نحن لازم بينا أن نحن لازم نشد عليه لأن ذرخينا يمكن يرد مرة ثانية الشدة في مواقع معينة أنسين في أهالي دائما مثلا يعايرون عيالهم شرعنا عليك سيئير وكسرتها نحن نعلمها بالبرنامج هذا شغلنا لديكم برنامج بس حق الأهل لدينا برنامج حق الأهل نحن بالكويت المفروض يكون في حتة قروبات حق الأهل بس للأسف لحد الآن بالكويت ما عندنا هذه الثقافة الأهل تقولك أنا ما بي أحد يعرفني بالقروب فنعطيهم استشارات فردية في مجموعة محاذير نحن نقول حق الأهالي حطوا بالكم ما تصير هذه الأمور أيضا بالنسبة للحالة لما نبدأ في طور العلاج سواء بالكويت أو اللي تينا من بره ذيتنا من بره نقولهم حتة ديكور القرفة غيره ما نبيت كلها أي ذكرى نحن قلنا بره علمنا أنه ما يكون لها علاقة بأي أحد مدمن أو تاجر داخل البيت حتة قرفة ساعة يكون عنده ركن معين هو يتعاطف لنا بعد فترة المدمن حياتها تكون كلها قرفته يتعاطى بقرفته كثير من الأهالي تعتقد لما البنت أو الولد تقضي أكثر وقت ممكن بالقرفة معنات أنها ويت زينة أنت لازم تنيع علامات استفهام ممكن يكون هو يتعاطى بهذه القرفة إحنا كديكور أنا دائما حتة أقول لهم حتة للملابس قسلوها مرة ثانية ما تكون فيها ريحة المخدر عطروها بخروها على الأساس ما يشوف شيء ما يشم شيء يذكره في الماضي حتى الزوجة يعني إحنا دائما نقول لها أنت هناك مسؤوليتك أنت تكونين سابورت له الأهل يكونون سابورت ما يكلون ناس يعايرونه بالماضي أعرفت شلون بس دكتور لها الدرجة المدمن يكون وائد يعني راجل يعني وائد هش بحيث أن أي شيء ممكن يذكره نزين هنا مو المفروض أنه أهم يعني على الأقل تعطونا شوية لمحة من فترات اللي هو كان مدمن فيها عشان هو يطوي نفسه سبحان الله المدمن طبعا هو ضعيف شخصية من الأساس قبل لا يطمن لما يتعافى يكون أكثر شخص بالحساسية هو المدمن يكون جدا حساس عرفت شلون فأنتي لازم تتعاملين حتى مع هذا الحساسية المدمن لما تتعالجينه عنده وائد تراكمات وعنده وائد تحفظات داخله عنده مشاكل عنده مصايب صارت له وهو عملها في حياته شيء ممكن ما يستوعب العقل عرفت شلون فلما ترين ما يتكلم عنها شيء مسهل صحيح دكتور رفيني في رسالة أخيرة ودنا نوجهها نحن للمشاهدين خاصة الآباء والأمهات اللي قيتها بقونا شلحين شنو حب تقولي لهم أول شيء لما تتعاقبون عيالكم لا تعاقبونهم جدا مع أي أحد لطقون عيالكم حاولوا كثير ما تقدر تحتضنونهم حسسوهم بالانتماء للأسرة لا يعيش كل واحد بروحة احنا عندنا مشكلة بيت كبير والأم تقول أنا ملازمة لبيت انتي ملازمة لبيت كجسدين ولكن انتي وينك عن عيالك عرفت شلون إذا حسيته بعض يعني أنا دايما عندي فيه شغلات أقولها شون تكتشفون إذا عندكم شخص مدمن ممكن يتابعون حسابي أو يتابعون بالفيوتيوب أنا دايما أذكر مجموعة الشغلات هنجل فيديوهات تواعوية على يوتيوب بالضبط نعم عندي فإذا حصلت عندكم هذه الأشياء معنات أن البنت أول ولا يدشت في بداية التعاطي أو في مرحلة الإدمان الموضوع كبير ومو بيوم ولا ليلة ممكن أن يتعالج يمكن الكثير إذا ما كان عنده شخص مدمن في البيت يمكن يوم والأيام عرف أحد كان مدمن أو سمع بأحد مر في هذه الفترة نحن دائما نقول أن الاحتواء يجب أن يبدأ من البيت الأساسيات كلها يجب أن تبدأ من البيت حلو أن الأهل مثل ما تفضلتي ما يكونوا موجودين في البيت بس كجسد لكن أيضا في هذه العلاقة وكل شي أنا عندي علاج الحب والاهتمام والحناء فكل الشكر لك وشكرا على الجهود التي تقومون فيها دكتورة مشكورة منها مونة اليتامة مستشارة علاج إدمان وتقويم سلوك على وجودتش معانا وتمنى إن شاء الله الرسالة أو صلاة اليوم بإذن الرحمن شكرا لكم